هكذا علمنا منهجنا نحن أهل الحديث وأهل الحديث يا جميل حليم هم الفرقة الناجية وقد أكد ذلك الإمام أحمد في رواية ثابتة عنه كما صرح بذلك الحافظ إبن حجر في فتح الباري الإمام أحمد قال الفرقة الناجية هم أهل الحديث أنتم أهل الكلام وبالمناسبة أهل الكلام عند الإمام أحمد زنادقة بل وعند الإمام أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة لا تجوز الصلاة خلف المتكلم وأهل الكلام عند الإمام مالك هم أهل البداع فلا تنتحل زورا لقب أهل السنة لأن أهل علم الكلام ليسوا من أهل السنة وهذه الفتوى متداولة بين الأحناف ذكرها الإمام الزيلعي الحنفي في كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق كما ترونها وابن الهمام في كتابه فتح القدير فتح القدير أهل العلم كأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة أنه لا تجوز الصلاة خلفهم وبالله التوفيق واللي يريد أن يتبعه هو ويؤثر الدنيا على الآخرة فليتبع علماء الكلام لكن له وقف أمام الله يوم القيامة وهو عند أهل السنة لا تجوز الصلاة خلفه هذه بشرة أزفها لأهل العلم في أن عند الأحناف الصلاة خلف من يطلب علم الكلام تعلما أو تعليما لا تجوز لا أبيعجبني شو بيقوله الأشاعرة عفوا لا السادة الأشاعرة والماتريدية هما فرقة أهل السنة ولو ابتعه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال عن فرقة واحدة هم أهل السنة تباكتوا يا أخوان الأشاعرة الماتريدية فرقتان متناحرتان الماتريدية يكفرون الأشاعرة كيف تكون أهل السنة الماتريدية لا يجيزون الصلاة خلف الأشاعرة يصفونهم بالشكاكين في إيمانهم بالله لا تجوز الصلاة خلفهم كيف تكون أهل السنة أنتم إذن علمنا منهجنا نحن أهل الحديث أن نسير مع الحديث مش مثل ترميذ مفتي إباحة مشاهد أفلام الدعارة الذي قال نعم ليس حرمان هذا الحب الشيء آه نعم ليس حرمان هذا يرى الشيء حقيقي لا هذا خيال مفتي الدعارة صريت أهل السنة في لبنان هنا سؤال أن من ينظر يتفرج على الأفلام الخلاعية ما حكمه الإنسان الذي لا تؤثر عليه هذا ليس حراما عليه أنت مرى جاء لا ليس حراما آه نعم ليس حراما هذا يرى المرأة حقيقتها شخصة الحقيقي ها إنه هذا خيال لك يا أحباش قوعوا شاطرين إذا اجتمعوا بيغنولي هراري يا هراري يا هراري يا هراري على طول الله وكيلكم لا وزئيف وصفير أيضا حتى في هذه ذكرتمون بأهل الجاهلية كما قال الله عز وجل عنهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا صفير وتصفيق هيك عم بتسوي الآن ترجمة نانسي قنقر